الدرس الثاني الموضوع الجسم المضيء والجسم المضاء المنير الهدف أتعرف الأجسام المضيئة والأجسام المضاءة المنيرة أتنبه وأبحث كيف يحتدي الربان ليلا إلى مسار دخول السفينة إلى الميناء؟ يهتدي الربان ليلا إلى مسار دخول السفينة إلى الميناء عن طريق الضوء المنبعث من المنارة هل يصدر القمر ضوءا؟ أعلل إجابتي لا فالقمر غير منير بذاته فهو يعكس نور الشمس الواقع عليه نحو الأرض فالشمس في الواقع هي المصدر الأساسي لنور القمر الطبيعي لذا يعتبر القمر جسما مضاء منيرا ومثله بقية الأجسام العاتمة التي تتقبل النور من مصدر طبيعي أو اصطناعي لتعكسه بدورها حتى تتم رؤية تلك الأجسام بوضوح طاولة شجرة حيوان أجرب وأتثبت النشاط الأول كنت أتأهب للنوم ليلا وبعد إطفاء مصابيح النور الكهربائي لحظت أن غرفتي ما زالت مضاءة بضوء خافت ما هو مصدر هذا الضوء؟ هل هو طبيعي أم اصطناعي؟ هناك فرضيتان الفرضية الأولى إما أن يكون مصدر الضوء طبيعي وذلك من خلال الضوء المنبعث من القمر والفرضية الثانية أن يكون مصدر الضوء اصطناعي كأن يكون بسبب عكاس ضوء الغرفة المقابلة أو المتأتي من المصباح الخارجي النشاط الثاني أخذ مكشافاً وأسلط ضوءه على أحد جدران غرفتي هل أتمكن من رؤية كل الأثاث الموجود بالغرفة؟ نعم لماذا؟ عندما أسلط ضوء المكشاف على أحد جدران غرفتي أستطيع رؤية كل الأثاث الموجود بها لأن الضوء قد انعكس وانتشر في كامل الغرفة ولو بدرجة أقل النشاط الثالث نتمكن من رؤية الشمس والقمر والمكشاف المضيء لأنها تصدر ضوءاً كيف أتمكن إذن من رؤية قط أو مصطرة أو شجرة رغم أنها لا تصدر ضوءاً؟ أتمكن من رؤية قط أو مصطرة أو شجرة رغم أنها لا تصدر ضوءاً من خلال انعكاس الضوء عليها فهي تعتبر أجساماً مضاءة منيرة لأنها تتقبل النور من مصدر طبيعي أو اصطناعي لتعكسه بدورها حتى تتم رؤية تلك الأجسام بوضوح أستنتج الشمس والنجوم والمكشاف أجسام مضيئة القمر والقط والشجرة والمصطرة أجسام مضاءة منيرة أطبق أصنف مصادر الضوء التالية إلى مضيئة أو مضاءة منيرة الشمس الشمعة الشمعة القمر النار النجوم الأرض أضواء السيارات المصباح النفطي الكتاب أجسام مضاءة منيرة القمر الأرض الكتاب أجسام مضيئة الشمس الشمعة النار النجوم أضواء السيارات المصباح النفطي أثري معلوماتي أبحث عن معلومات حول الشمس مصدراً رئيسياً للضوء وحول القمر جسماً مضاءاً منيراً الشمس الشمس هي أقرب النجوم إلينا وهي كرة من الغازات ترسل شواضها واندلاعاتها المتوهجة عبر أرجاء الفضاء الشمس في الواقع هي المصدر الأساسي لنور القمر الطبيعي الشمس هي أكبر مصدر ضوئي للأرض وجميع الأشياء الموجودة على الأرض تقريباً تعتمد على الطاقة الضوئية المستمدة من الشمس القمر غير منير بذاته فهو يعكس نور الشمس الواقع عليه نحو الأرض القمر هو من الأجسام المضاءة المنيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر